الست زي زي الراجل بالزبط رأس برأس قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال صدق رسول الله صدق رسول الله عليه السلام والسلام طيب بما أن احنا كنا بنفرج من شوية على هذا أو دلوقتي يعني على هذا التقرير في حق الكد والسعاية والزمم المالية هل من حق المرأة أنت انفصل بذمتها المالية عن الزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا هذا النص وغيره من النصوص بيدل على استقلالية المرأة في التشريع الإسلامي من الناحية المالية يا سيد الكريم ده حتى إذا أخذت المهر المهر أصلا ليس لا للأب ولا للأخ كما في بعض الدول لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصداق أو المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحن يعني عطية وتكريم فالمرأة إذا بلغت سن الرشد مثلها مثل الرجل قال لبالك عندنا البلوغ ده تكليف العبادات الرشد بعد البلوغ ده حسن التصرف في إدارة الأموال أو المعاملات المالية لقول الله تعالى في سورة النساء فإن آنستم منهن الوليتام يعني رجدا فادفعوا إليهم أموالهم أو كل محجور عليه يعني يمنع من التصرف في مال حتى يبلغ سن الرجل ويقدر للأنسة بثمانية عشر عاما وللذكر بواحد وعشرين عام وسبحان الله المرأة بترشد قبل الرجل قبل الرجل حتى لا يكون في ظلم يعني المرأة يعني حتى في العبادات مثلا هي بتتعطل عن أداء الصيام والصلاة أثناء الحظ والنفاس لو أحصيت مدة ما تتوقف فيها تجد أن المدة تقريبية لأنها بترشد قبل الرجل 18 سنة والرجل 21 سنة فنيجي بقى حضرتك أولا الإسلام يكاد ينفرد بين الشرائع سواء التي كانت قبله سواء التي كانت منسوبة إلى السماء أو وضعية من البشر حتى سبقت بعض أو كثير أخصب أو معظم النظم المعاصرة بأنه جعل الإسلام للمرأة الذمة المالية المستقلة يعني بمعنى حضرتك أولي سبه يعني لها أن تبيع وأن تشتري وأن تتاجر وأن 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 تتصرف في حدود الأحكام الشرعية ولا دخل للرجل مطلقا سواء كان زوج سواء كان أب سواء كان أخ إلى أخره في زمتها المالية لها الاستقلالية كاملة ما يجيش بقى يقول لها لا أنت مراتي بقى الفلوس تتحط معي لا 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 أبدا هذا ممنوع أنت بنتي فتدفعي لي المبلغ المبلغ ممنوع قولا واحدا وهذه أعراف في بعض البيئات فاسدة تصادم النصوص الشرعية وما استقر عليه العمل في عهد النبي صلى الله و أصحابه أن المرأة كانت و لا تزال و ستظل بإذن الله في ظلال الإسلام لها الذمة المالية المستقلة يعني شوف حضرتك مثلا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه و آله السيدة خديجة رضي الله عنها و أرضاها كانت تتاجر و كانت صاحبة أموال طبع سواء قبل الزواج أو أثناء الزواج أو بعد الزواج لكن ما أخذ النبي أموالها أبداً لما دخلت عفواً زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم و الحديث فينا للأوطار للشوكاني و بعدين قلت له يا رسول الله عليه السلام إن عبد الله يزعم أنه أولى بصدقة مالي قال لها نعم و لك أجر و صلة يبين عبد الله بن مسعود لم يصادر مال زوجته و لما تصدقك علي نعم و قال لك أجر يعني أجر الصدقة و صلة يعني صلة الرحم لأنه هو فقير وهي غنية خلي بالك هنا الزوجة غنية لكن تحتفظ بأموالها و الزوج هنا لو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقير و لكن لم يصادر أو لم يصطو على أموالها هذا هو صحيح الإسلام أما إذا وجدت بيئات أو بعض الثقافات أو بعض الأفكار الأحادية لا يحسب على الإسلام لا من قريب ولا من بعد حلق